هل شاركت في مسابقات على المستوى الوطني؟ نعم، تحصلت على عديد من الجوائز الوطنية الحمد لله والمراتب الأولى في حكواتي صغيرة تحصلت على المرتبة الأولى في مصاحب أشترزي وكذلك في المصاحب المرشد السياحي الصغير تحصلت على المرتبة الأولى كلمين على جائزة الملك سلمان العالمية للغة العربية آخر إنجاز لي وهو إنجاز دولي شاركت في المجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية لمسابقة تحدي الإلقاء للأطفال والحمد لله كنت الفائزة من الثلاثين من بين أكثر من ستة آلاف مشارك وخمسة وثلاثون دولة والحمد لله كنت شرفت الجزائر أحسن تشريف وكنت الجزائرية المشاركة الوحيدة والفائزة نقدر نشوف الجائزة هذه الجائزة التي تحصلت عليها من مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية لقدوم هناك في أرض المملكة العربية السعودية وحضور حفلها ولقد سلمها لي الأمين العام سمو الأمين العام للمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الحمد لله سعيدة جدا لأنني شرفت الجزائر وخاصة في هذا العمر الصغير لكن ليس بالغريب فنحن أحفاد الشهداء جيل يحمل رسالة أجدادنا جيل ليتوارثها جيل بعد جيل ترجمة نانسي قنقر